بيان جديد من مجلس الأمن بشأن اليمن البيان صدر بالإجماع وسط قلق المجتمع الدولي من فشل خطة السلام المبنية على أساس تفاهمات ستوك هولم التي يركز جانب مهم منها على التهديئة وإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها الثلاث أعضاء المجلس أعربوا في البيان عن القلق بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار وأدانوا بشدة الأعمال التي تعرض التقدم الذي أحرزه الطرفان في اتفاق ستوك هولم للخطر فيما تضمن البيان إشارة ذات مغزى إلى طلب سابق لأعضاء المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقديم تقارير عن عدم امتثال أي طرف لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بشأن الحديدة وطالبوا في الآن نفسه من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إطلاعهم على التطورات إذ قد ينظرون في اتخاذ تدابير إضافية وفق الضرورة لدعم التسوية السياسية على حسب نص البيان ودعا أعضاء المجلس الطرفين إلى العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعتة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تطبيق خطة إعادة النشر المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدون مزيد من التأخير ودعا البيان الحوثيين خصوصا في الموانئة الثلاثة إلى ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة أمم المتحدة وتيسير التنقل السريع وبدون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات الأساسية ودعا الطرفين أيضا إلى مضاعفة جهودهما لإكمال تدابير اتفاق تبادل الأسرة وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة المعنية بتعز يأتي ذلك في وقت نواجه فيه رئيس لجنة التنسيق إعادة الانتشار المنتهي ولايته الجنرال كاميرت صعوبة في إقناع الأطراف بتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة على ضوء مقترح جديد تقدم به إلى الطرفين خلال الاجتماع الذي عقد في سفينة بولو التابعة للأمم المتحدة قبالة الحديدة لا يعلم إذا كان يشكل إعادة لهندسة تفاهمة سوكهولم وزير الخارجية خالد اليماني شدد من بروكسل حيث شارك في اجتماعات المجلس الوزاري العربي الأوروبي على أن تنفيذ اتفاقات السويد تشكل مدخلا لمواصلة مناقشة الحل السياسي الشامل لكنه حذر من أنه في حال إخفاق الحوثيين في تنفيذ اتفاق سوكهولم وخاصة ما يتعلق بالحديدة لن يكون باستطاعة الجميع إجبارهم على تحقيق التزامات الحل الشامل وفق القرار 2216 نوروج وفق القرار نوروج شكرا